أنا في الكتاب هنا عمل ثلاث رموز مصرية اتسموا بالروح والخلج الرياضية الله زي؟ محمد علي رشوان طبعا بطل مصر في الجودو واللي عمل في الأولمبياد فكرة أنه كنت فمش مجرد تبقى بطل عشان حاطت مديليات على صدرك بمكسب مزيف للي ما يعرفش القصة القصة كان بيلعب نهاية الأولمبياد على المديليات الزهبية وكان البطل اللي قدام منه أصيب في المرات قابل النهائي على رجل اليمين ملعبش عليها ملعبش عليها مش صدفة كان باين للتحكيم وأنه هو فعلا مرضيش العماء وخسر محمد علي رشوان وكسب احترام العالم كله مش فكرة أن أنا أحمل مديليا زهبية سمى تكريمه طبعا طبعا للموقف بتاعه البطولي أكيد طبعا ده في اليابان عاملين بطولة باسمه وكرم إنك وكرم في مصر برضو وبقى مثال يحتزى بيه لغاية دلوقتي صح محمد صلاح محمد صلاح وتطوره من بداياته في المولير العرب وبعدين راح بازل وحجم الثقافة والشخصية اللي تبانت خلال السنين دي خلانا شفنا لاعب كرة مصري في مكان إحنا كنا بنحلم نقول إمتى حيبقى فيه اسم في العشرة إحنا كان فيه لعبة عندنا التحتارب برد نستنى السورة ما تيجي على المدرجات عشان نشوفها لا أنت محمد صلاح وصلنا المنطقة تانية طبعا أيقونا ما عندهش مشكلة مع حد أخلاقه روح رياضية المصالح روح رياضية برضو اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو ابتدى يندسر إنك انت تعرف يعني روح رياضية لما انتصر أكون متواضع ولما انهزم تقبل الهزيمة لكن ما عودش أقلل دايما من مكسب الآخر وانا مختلف معاه وانا رفض وجوده أصلا ما هذه من الخطوات التعصب برضو عشان تعرف نفسك أن انت متعصب لنفسك متوتر لنفسك عصبي دايما ومش متقبل أي حاجة للآخر بل بالعكس انت عايز تشوفه متضمر يعمل أي موقف تستقلل منه يعني يكفيك يقول لك الموضوع القطار الزمالك ومبارات أسوان هنرجع لها تاني تتخيل أن في بعض الجاملين تكتب على السوشيال ميديا تتمنى حدوث حادث للقطار إيه؟ ليه كده؟ ما القطار ده في مين؟ ما فيه أخويا وفيه أخوك؟ ما يطلع حد يتكلم عن وقائع تانية قبل كده وينكرها أو تدعى نفسك بتعمل أوهام لبطولات وتصدقها وتبتدي تعيش عليها ما هده عناصر تعصر؟ طب نقضي عليها إزاي؟ عشان ما نبقاش بنحط المشاكل بس وده اللي احنا تدعى نفسك فيه قبل أن نتكلم عن الحل يا دكتور أنا ما استني أسمع اللموذج الثالث إحنا كلمنا عن كابتن رشوان نتكلمنا عن كابتن محمد صلاح اللموذج الثالث لحدك ذكرته في الكتابة الكابتن محمود الخطيب محمود الخطيب جيل كبير قوي أو أجيال شفيته في السبعينات أنا هتكلم عنه كلاعب لأنه دي اللي بانت شهرته وطريقة تعامله مع الخصم الخطيب كان دايما بالناس بتبص نشوف أنه لما كان لعيب بيعمل معا لعب عنيفة كان هو الخطيب اللي يعتذر له الخطيب كان عنده زكاء في التعامل مع الإعلام وفي التعامل مع الحالة الرياضية في الفترة دي خلته بيتمتع بصفة الروح الرياضية وبعد كده لما تدرج في النواحي الإدارية لا أعتقد أن الخطيب من الناس اللي حالي فيه لقطة شهيرة بين كابتن خطيب كابتن حسن شحاته طبعا لما يتنبسك إدام بعضه وراه حي والجميل ترجمة نانسي قنقر